اهلا مرحبا اصدقائي العزاء وصديقاتي في الوطن العربي وحول العالم اجمع الى هذا الفيديو الجديد ومتابعة جديدة لبرنامج The Voice في حلقته ما قبل النهائية وطبعا بالبداية كالمعتاد اشكركم جدا على التعليقات والمراسلات التعليقات على الفيديوهات في اليوتيوب حقيقة والسبسكرايبس الرائع جدا اشكركم كما اني ادعو الاصدقاء والاحبة والصديقات الذين يشاهدون هذه الفيديوهات الجديدين طبعا ويحبون الفيديو اتمنى يعملوا للايك ثم سبسكرايب وايضا تفعيل الجرس حتى توصل لكم الفيديوهات اللي يعملها اول باول اذا هذا الفيديو هو مخصص لفريق سميرة سعيد واللي يتكون من ردوان الاسمر وسندي لطي ردوان الاسمر غنى موال هو الحقيقة كان خليط بين الجمل او الارتجالات الهندية وبين شيء من الارتجالات العربية والمغربية او المغاربية يعني كان ينقص الشيء من الروحية الشرقية العربية لكن كان جميل بخلطته التركيز واللي يجذب النظر اكثر او السمع اكثر حقيقة هو الجمل الصعود سكوينس الصعود والنزول والتي كانت بروحية هندية وطبعا الغناء الهندي من الغناء يعني اللي بيه سحر وبيه جمال وبيه صعوبة متقنة وجميلة ثم ادى اغنية او فاصل غنائي من غناء الكناوة المتمركز في المغرب في السلم الخماسي هو سلم خماسي لكن ايضا في الابعاد على الاغلب يستخدم في العزف وفي الغناء ابعاد غير متتالية يعني مو دو ري مي فا صول لا سي دو وانما مثلا دو مي صول دو او ري فا لا ري ابعاد ثلاثية احيانا ثنائية ورباعية يعني هذا النوع هي ميستا ورح نتحدث عنه بشيء من التفصيل بعد قليل ثم دخل في اغنية ديدي العالمية للشاب خالد وهي على نفس المقام والدرجة والتي هي بمجملها على مقام النهاوند ودرجة الري او الدوغا كما نسميه بالشرقي يعني كل ما غنى رضوان كان هو نهاوند الدوغا او ري ماينر طبعا لأول مرة اشاهد واحد من النجوم يتكلم ويشرح للناس ما اداه المشترك اللي ينتمي الى فريقة يعني سميرة سعيد حقيقة قدمت الاداء اللي ادى رضوان بشكل جميل شرحت بيه تفاصيل شرحت بيه نوع من الغناء وشرحت بيه طريقة الاداء وشرحت بيه حتى قضية تاريخية نوعا ما عن غناء الاجناوة وتفاصيل مقتصرة لكن اعطت فكرة جميلة عن اداء رضوان وكنت اتمنى انه يكون هذا على طول البرنامج يعني ممكن النجوم الاخرين من يغني واحد من المشتركيهم ايضا يشرحون ما غنوا ويشرحون وين صار الخطأ وين صار الجمال ويسألوا ويجاوبهم حتى يعرفون مدى ثقافتهم لكن مع الاسف ما صار اسعدتني سميرة بانه قدمت هذه اللمحة او الشرح عن اداء وما قدمه رضوان الاسمر الموال كان رائع مثل ما قلت ومثل ما قلت صحيح لم يكن بي روح عربية شرقية 100% كان على الاغلب فيه تركيز على اداءات او ارتجالات هندية لكن كان يمس في بعض الاحيان الروحية العربية والروحية المغاربية او المغربية ثم دخل بالعزف على الالة الكامبري او القامبري وهذه طبعا الى منتشرة في المغرب العربي كنت اتمنى ان يسألون رضوان عن هذه الالة حقيقة او تتكلم سميرة عنها لانه كثير من المشرق العربي ما يعرفون هذه الالة نعم هناك الالات تشبه مثل هذه الالة هما الات ينتمون الى هي الالة تنتمي الى الالات الوترية ذات العنق الطويل والحقيقة هذه قديمة يعني موجودة في الاثار السومرية وموجودة في الاثار البابلية وفي الاثار الفرعونية وطبعا تعرفون الحضارات تتنقل وناس تزور حضارة فياخذون منها الالات موسيقية او فكرة الالات موسيقية ويصنعوها في بلدانهم بما هو موجود فالة الكامبري حقيقة او الكامبري هي مصنوعة من الخشب يعني جذع خشب لكن يحفر يعمل بحفرة وثم يغطى بجلد الابل ويكون عنده زنت مثل هذا الزنت لكن هذا استواني مقطوع الاخر يكون استواني كامل وفيه ثلاثة اوتار واحد منهم قصير واثنان طويلات فالالة اه طبعا الاوتار عفوا تصنع من مصران الماعز فالة في صوتها سحر وفي صوتها ينقلك الى عالم اخر لكن طريقة العزف تختلف طبعا مثلا هذه الالة اذا حبيت اعطيكم فكرة هي هذه الالة نفس الشيء يعني هو هذا الحوض يكون لكن يكون قطعة واحدة هذا مصنوع من الترايش في الكامبري لا يكون قطعة واحدة ويحفر وما يكون حلزوني طبعا او ربما احيانا يكون حلزوني حسب الصناعة ويكون فيه ثلاثة اوتار هذه ثلاثة اوتار من نوع اخر يعني من ميتر والعزف يختلف يعني مثلا هنا بصدراتEO كنعم ميتراتي موسيقى هذه الآلة مثلا منتشرة في تركيا وفي شمال العراق وفي سوريا لكن تختلف التسمية وتختلف الشكل يعني ممكن هذا يتسمى بغلما أكل أطول منه يسمى ساس وفي العراق في شمال العراق يسمى طنبور وفي سوريا يسمى البزق فحبيت أعطيكم فكرة والكامبري طبعا هي من الآلات المنتشرة والجميلة والتي تنعزف بأبعاد ثلاثية مثل ما قلت حسب غناء الإقناوة ثم بدأ بغناء الإقناوة والإقناوة حقيقة إذا حبيت أيضا ولو سميرة أعطت فكرة عنها لكن أنا حبيت شوية أستعرض أكثر سامحوني الإقناوة طبعا جاءت إلى المغرب العربي من أفريقيا يعني بالضبط جاء من غينية وسابقا كان يسمى في القرن السادس عشر كانت تسمى شرق السودان يعني السودان كان محور المنطقة فكانت تسمى شرق السودان فجاءت أو جاء هذا النوع من الغناء أو من الفن مع العبيد ثم سكنوا في المغرب وانتقلوا بين مدن كثيرة إلى أن استقروا وأخذوا الهوية والطابع واللهجة المغربية وعاشوا في المغرب وأصبحوا طائفة أو أثنية موجودة في المغرب ولهم طقوسهم وروحانياتهم ويعتقد أو يرجح أنه اسم إقناوة أو غناوة هو جاء من كلمة غينية لأنهم جاءوا من غينية أو جلبوهم من غينية فكان يسمى هذا الغيني أو الغناوي فلأن هذا الفن كان خاص بهم فأصبح ينسب إلهم وتحولت إلى غناوة أو غينية فصارت إقناوة وطبعاً اكتسب اللهجة المغربية فأصبح عبارة عن خليط يعني هذا الفن الجميل بسلالمه الرائعة وبتوصيفاته لأن هذا الفن يختص بتوصيف الإله والأنبياء والأولياء والكون والماء والتراب والهواء فيه فلسفة وحقيقة فيه روحانية حتى أنه يستخدم أحياناً في المعالجات الروحية الشعبية المستخدمة يعني بين الناس فاكتسب شهرة وصل إلى مرحلة أنه دخل العالمية لأنه حقيقة فيه سحر والإنسان نسمعه يحب يسترسل بالسماع وأيضاً صار إلى مهرجان عالمي تأتي فرق عالمية وتشارك من الجاس تشارك مع العازفين والمغنين وتعمل لهم أيضاً أغاني وألبومات وتدخل أجزاء من هذا الغناء بطوابع مختلفة في أغاني أخرى وهكذا وأيضاً هم مثل ما قلت هم طائفة وأصبح لهم طقوس وأصبح لهم مزار وأصبح لهم مرجع أعلى يسمى سيدي بلال يعني ولهم طقوسهم ومناسباتهم فمن هنا اكتسبنا هذا الفن الجميل اللي مع الأسف إحنا ما نعرفه ونتمنى أنه يعني يظهرون ناس مثل رضوان وغيره هذا الفن المعروف عالمياً والممعروف عربياً على الأقل نعرفه ونسمعه ونستمتع به ويكون ثراء واستزادة في الفن الشرقي أدخل رضوان القناوة مرتين أحدهما في بداية أغنية ديدي والثانية في وسط الأغنية ثم دخل في أغنية ديدي وحتى ناخذ نموذج من هذا العزف ونسمعها خلي نسمع رضوان كيف غنى وعزف القناوة بالبداية خلي نسمع التقاسيم ترجمة نانسي قنقر ثم دخل بعد ذلك بالطابع الهندي وشيء من العربي والمغاربي خلي نستمر بالسماع جميل ممكن تسمعوه وثم قبل أغنية ديدي طبعا أدخل شيء من الإقناع خلي نسمعها موسيقى موسيقى سيدي نزيز علي سيدي نزيز علي ويهي يالغنية يهي يالغنية سيدي حابب الشاشيا جميل جدا في أحد التعليقات حقيقة في اليوتيوب واحد من الأصدقاء الأحب سألني سؤال قال لي أنت دائما يعني من تشرح طلع نشازات المشتركين وأيدني في هذا الشيء اللي فعلا أنا أحس أنه فيه نشازات وأتأكد من تقول حضرتك مثل ما قال هو فديسألني هل أنه كل المطربين حتى بيغمونهم النجوم الكبار ينشزون طبعا سؤال جميل جدا الإنسان إنسان لكن المحترف قليلا ما تلقى المحترف واللي عنده سنين طويلة ويغني الأغاني نفسها يعني الأغاني اللي يكررها دائما دائما في حفلاتها قليل ما يحدث نشاز إلا إن كانت نفسيتها مثلا غير مستقرة بسبب ظرف خاص أو بسبب مثلا ظروف الحفل لم تكن جيدة أو هندسة الصوت غير جيدة لكن على العموم المحترف يكون مسيطر بنسبة كبيرة على أغاني وحقيقة حتى أعطيكم مثال أو أقول لكم أنه كيف المطرب يمكن أن يكون غناءه بيرفكت هو أنه تسمعون رضوان في هذه الحلقة حقيقة رضوان لم يكن عند أي خطأ كان متناهي الكمال في أدائه حقيقة مع الجمال والتكنيك والنفس الصحيح والأداءات الصعبة كان رائعا جدا 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 نأتي الآن إلى سندي لطي وغنت موال وأغنية خنت الذكريات أو خاذة الذكريات لأصالة نصري وطبعا الموال كان على البيات بيات المي أو البوسيليك أما الأغنية فقد أخطأ هذه المرة صديقي ياسر وقال الله أغنية على البيات لا الأغنية لم تكن بيات نعم الموال كان على البيات والأغنية في داخلها كانت تحويلة فيها بيات لكن المقام الأصلي للأغنية هو الكرت على درجة المي أو البوسيليك كانت سندي مستعجلة في غناء الموال من حيث أنها لم تكن يعني تعطيه فرصة حتى يعازف الصولو حتى يكمل الصولو اللي داي أسفه يعني قبل أن تنتهي جملة الصولو كانت تدخل هي ما عرف ليش ما كانت مسترخية وتنتظر الموسيقى إلى أن تخلص حتى تتكمل مثل واحد يريد يخلص الموضوع بسرعة حقيقة كان أكو إرباك وكان أكو نرفزة وتشنج وعدم استرخاء أنا شخصيا واثق من موهبة سندي وصوتها الرائعين لكن هناك أمور أحيانا ما عرف شنو الضبوطات اللي تخلي الإنسان يتشنج ويتسرع مع الأسف إخفاقات كثيرة في الموال والأغنية ويعني هو هذا التشنج هذا يصنعه والأغنية اللي ما تتغنى كثيرا وما تنعاش كثيرا ما تنعاش مع المؤدي كثيرا أكيد رح يوقع فيه أخطاء ومسابقة يعني فيها أنه فيها تقرير مصير خلي نبدأ مثلا حتى مش حد زيت هنا في الجزء حد زيت حد اسمعوا ليها هي موجودة في هذا المقطع إذن حتى مش حد زيت هذه كانت فيها إرباك وتون غير صحيح أيضا مش هي غنتها حجاز لكن بالأصل الحقيقة هي بيات وأيضا عازف الناي يعني إذا ترجعون لأصالة هي بيات هذا النزول لو أيضا عازف الناي غناها بيات أو عزفها عفوا بيات لكن هي لسبب ما لا أعرف ليش عملتها حجاز ليش عملتها حجاز ما أعرف لسبب ما كانت التحليات في نهايات الجمع الكثيرة تؤثر على نفسها يعني المفروض كانت تقطعها فأثرت على نفسها كثير وأدت إلى عدم مضوح الجمل أو قطع الجمل التي تليها أثرت بالعموم على الأداء في الجمل التي تلتها خلونا نسمع هذه الجمل يعني مصر على أداء هذه الحركات الصعبة بينما هو إحساس طاغي وممكن أن تعمل هذه الحركات أقصر وهذا كان المفروض يكون موجود في التدريب هذه الملاحظات حقيقة في القفلة أيضا في يعني عادي يعني أيضا حصل نشاز دعنا نسمع القفلة مع هذا أنا أرى سندي لو ركزت على روحها وغنت الأشياء التي تحبها وتتمرن عليها حقيقة هي حالة ستكون حالة جيدة مع هذا أنا أرى أنه سندي لو ركزت على نفسها وعلى صوتها وعلى الأغاني التي تأديها وعرفت كيف تدخل للجمهور حقيقة بصوتها وأحساسها وموهبتها وخزينها الموسيقي الغنائي راح تكون حالة مميزة في الغناء العربي أما رضوان فأقول ألف مبروك وأتمنى للجميع التوفيق ولكم أصدقائي كل الشكر والجديدين يعملون إذا عجبه بالفيديو لايك سبسكرايب وأيضا تفعيل الجرس في أمان الله وأشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله شكرا